لننظر الآن يتالت إلى هذا المثال هذا المثال يدل على الذي قلته قبل قليل لعبة الطالب لعبة ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم إنها فعل ماضي مبني على الفتح ما نوع كلمة لعبة؟ أحسنتم فعل ماضي مبني على الفتح هيا لعبة وخلص وعلامة حركته الأخيرة هي فتحة إذن هو فعل ماضي مبني على الفتح الطالب هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم ما نوع هذه الكلمة؟ هي إسم لأن كلمة الطالب هي إسم نستطيع أن نقول عنه مفرد نستطيع أن نقول عنها مفرد لأنها تدل على واحد إذن كلمة الطالب استطعنا أن نقول عنها مفرد لأنها إسم ويدل على واحد إذن نستطيع أن نقول عنه مفرد إذن الفاعل هنا يتالد هو مفرد إذن الفاعل هنا الفاعل هنا مفرد لذلك بقي الفعل كما هو عندما يكون الفاعل مفرد يبقى الفعل كما هو لعبة لعب الطالب لعب الولد لعب الطفل لعبت الطفلة لعبت البنت يبقى الفعل كما هو أما لننظر إلى هذا المثال الطالبان بداية ما نوع هذه الكلمة؟ إسم على ماذا يدل هذا الإسم؟ على مثنى على إثنان لأنهما طالبان إثنان إذن يدل على مثنى استطعنا أن نقول عنه مثنى لأنه إسم قبيل بأل التعريف ويدل على أشخاص طيب لنأتي إلى كلمة لعباء ما نوع هذه الكلمة؟ إنها فعل أحسنتم لعباء لعباء وخلصوا ما نوع الفعل؟ فعل ماضي مبني على الفاتح ولكن هنا ماذا أضفنا لهذا الفعل؟ ما هذا الحرف؟ إنه حرف ألف ماذا نسمي هذه الألف؟ أحسنتم نسميها ألف التثنية لماذا نسميها ألف التثنية؟ على ماذا تدل؟ أحسنتم تدل على الفاعل المثنى تدل على الفاعل المثنى إذن الفاعل هنا يدل على إثنان ولأن الفاعل يدل على إثنان أضفنا للفعل ألف التثنية إذن هذه ألف التثنية تدل على شخصان إثنان اللذاني قام بعملية اللعب لنأتي إلى المثال الثالث الطلاب لعبوا ما نوع كلمة الطلاب؟ أحسنتم إسم لأنها تدل على أشخاص ولأنها قبيلت للتعريف طيب على ماذا يدل هذا الإسم؟ على جمع لماذا؟ لأنه الطلاب معناته إنهم ثلاثة أو أكثر إذن عدد الطلاب هنا يا إما ثلاثة يا إما أكثر من ثلاثة إذن هذه الكلمة هي جمع لنأتي هنا لعبوا لعبوا ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم إنها فعل لأنهم بلعبوا لأن هنا في عمل عم بيقوموا في الطلاب ما هو هذا العمل الذي يقوم به الطلاب؟ إنه عملية اللعب إذن لعبوا لعبوا وانتهوا إذن هو فعل ماضي ولكن هذا الفعل الماضي ماذا أضفنا له؟ أضفنا له واو الجماعة وألف التفرقة إننا نسميها واو الجماعة وألف التفرقة لماذا أضفنا واو الجماعة وألف التفرقة؟ أحسنتم لأنه عدد الأشخاص الذين لعبوا هم ثلاثة أو أكثر لأنه عدد الأشخاص اللي لعبوا هم ثلاثة أو أكثر إذن الفاعل الذي قام بعملية اللعب هو جمع الفاعل الذي قام بعملية الجمع هو بعملية اللعب هو جمع لذلك نضيف واو الجماعة وألف التفرقة لا تدل على مجموعة الأشخاص الذين قاموا باللعب لذلك نسميها واو الجماعة وألف التفرقة إذن هذا هو استنتاج أو تلخيص لهذا التدريب يأتي الفعل لوحده إذا كان هناك شخص واحد إذا كان يدل على شخص واحد الفعل يأتي مع ألف التثنية إذا كان يدل على شخصان يأتي الفعل مع واو الجماعة وألف التفرقة إذا كان يدل على مجموعة أشخاص لنأتي بحل هذا السؤال حسب ما فهمنا قبل قليل ذهب فؤاد وثادي و بكرة القدم ما الفعل المناسب لهذه الجملة لعب واحد يدل على واحد لعب يدل على اثنان لعب يدل على مجموعة أشخاص طيب نيجي لجملتنا إحنا الأشخاص اللي موجودين بهاي الجملة كم عددهم فؤاد وفادي هم تنين بما إنهم عندي هنا شخصين اللي قاموا بعملية اللعب إذن ما الفعل المناسب هنا إذن هو لعب الذي أضفنا له ألف التثنية طيب إذن لنأتي لب عاد أحمد وطلال ما عدد الأشخاص الذين الموجودين بهاي الجملة أحمد وطلال تنين أحسنتم على والديهما سلموا ولا سلم ولا سلم أحسنتم سلم ليش اخترنا سلم لأنه عدد الأشخاص الذين سلموا هم تنين ويدل ألف ألف تثنية وآلف التثنية هي التي تدل على اثنان لننظر يا تالت إلى هذا المثال نجح نجح طلاب الصف الثالث بالاختبار و إيش على أعلى العلامات حصل ولا حصل ولا حصل نحن نتحدث في هذا المثال عن كم شخص يا تالت نجح طلاب الصف الثالث طلاب كم عدد الطلاب هنا أحسنتم إنها إنهم مجموع الطلاب إذن هذه الكلمة تدل على الجمع إذن عندما تدل الجملة على مجموعة أشخاص ما الفعل المناسب لهذه الجملة حصل ولا حصل ولا حصل أحسنتم إنها حصل إذن نجح طلاب الصف الثالث بالاختبار وحصل الفعل المناسب لهذه الجملة هي كلمة حصل لماذا لأن أضفنا وو الجماعة وألف التفرقة لأن الجملة تدل على مجموعة أشخاص على العالمات هذه الجملة من عندي تالت اكتبها لنميز بين ألف التثنية وو الجماعة وألف التفرقة وصلنا إلى السؤال الثالث أملأ الفراغ ب إت مفتوحة أو إت مربوطة أحسنتم هذا هو الفرق بين الشكلين هذه هي أشكال التاء التي تأتي بآخر الكلمة التاء بآخر الكلمة إما تأتي أحيانا مفتوحة وإما أحيانا تأتي مربوطة وهناك قاعدة لها وسبق أن شرحناها كثيرا خلينا قبل أن نحل هدولة الجمال خلينا نتذكر يا تالت هذا المخطط اللي كنا إحنا دائما نرسمه ونشرح عنه لنبدأ بالتاء المفتوحة أولا هذا هو شكل التاء المفتوحة التاء المفتوحة متى أضع التاء المفتوحة علي أن أجرب كما قلنا سابقا يا تالت أنه لازم أنه إحنا نجرب نلفظها ساكنة ولازم نلفظها متحركة مثلا أنا عندي كلمة بيت وأنا لا أعلم هل هي تنتهي بتاء مفتوحة أم تاء مربوطة لنجرب قلنا أننا يجب علينا أن نجرب أن نلفظها ساكنة ومفتوحة فإن التاء المفتوحة عند تسكينها بالسكون ماذا تلفظ تاء لنلفظ معا يلا هيا الفضوا معي بيت بيت أحسنتم طيب هلأ عند التحريك إذا وضعنا مثلا التنوين الضم ماذا ستلفظ بيت أحسنتم مرة أخرى بيت إذن يتالت نلاحظ أننا في الحالتين لفظناها تاء إذن عند تسكينها لفظت تاء وعند تحريكها لفظت تاء إذن هي تاء مفتوحة إذن إذا وضعنا السكون وكان التاء ووضعنا الحركة أو تنوين الضم وكان التاء إذن هي تاء مفتوحة مفتوحة مفتوحة